طيب ناخد سؤال اخر مشاهدين الكرام من على الواتساب نشوف مع بعض هل خروج الدم من الجروح يكون مبطل للوضوء؟ موضع خلاب من الفقهاء منهم من يرى الدم اذا سال عن محله كالاحناف ينقض الوضوء ومنهم من يرى ان يلاقي الدم لا ينقض الوضوء ده ما يعني اخروا من الفقهاء والرأي الذي اراه راجحا في هذا الامر يأن الدم لا ينقض الوضوء ده رجح عدم العلماء ولأدلة طبعا عرش الوقت يقرب ينتهي يعني قدامنا ترد ايه ترد ايه طيب يعني فوضح فيه يعني فلي الحديث ان سيدنا في البخاري قال كان الصحابة يصابون في غزواتهم ولا يعودون الوضوء والحديث اللي في صحيح مسلم والبخاري وابو داود سيدنا عباد بن بشلم كان في حراسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المشرك في ضربه بالسهم فنزع السهم وكان في الصلاة وأكمل وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وسيدنا عمر لما قتل قتل في الصلاة وتأخر مأموما ولم يخرج من الصلاة ولم يخرج وطبعا ده ضربة موت يعني خنجر وزوح الدين فسال منه الدم يعني فالراجح في ذلك أنه الدم لا ينقض الوضوء على أرجح الأقوال يعني نعم